فقدان الأوراق النقدية في غزة يفاقم معاناة الفلسطينيين في ظل الحصار العسكري الإسرائيلي تكابد غزة أزمة نالية خانقة مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتوقف الإنتاج الصناعي وشلل الاقتصاد المحلي باتت السيولة النقدية سلعة نادرة يتحكم بها أباطرة المال بقبضة من حديد مستغلين معاناة السكان لجني أرباح فاحشة تولدت أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة بعد استهداف البنوك بغزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسرقة بعضها في حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع ما أدى إلى تدمير كل شيء في القطاع ومن ذلك تدمير وقصف المؤسسات والأنشطة والمحلات التجارية ما أدى لتوقف عجلة الإنتاج الصناعي ودورة الاقتصاد بغزة وإثر أزمة السيولة ظهر ما يعرف بأباطرة المال في قطاع غزة مستغلين أزمة النقد والسيولة المالية نتيجة إغلاق البنوك فرضوا في بداية الحرب عمولة بنسبة 5% على قيمة أي مبلغ يتم استلامه نقدا ومع اشتداد العدوان وصلت النسبة إلى 20% أباطرة المال قرصن أموال النازحين إذلال نالي يتعرض له المواطنون مع النسب الخيالية التي يفرضها أباطرة المال بعد دفع رسوم التحويلات على النازحين والمشردين بغزة المواطن النازح البسيط قد يأتيه مبلغ نالي ليسد جوعه فيفاجأ بنسبة الإقطاعات تصل إلى النصف السلع والخضروات قد تكون موجودة في بعض الأسواق المدمرة لكن لا يمكن شراؤها لعدم توفر السيولة ما دور السلطة السياسية أمام الطوابير التي لا تنتهي في قطاع غزة طبور المخابز والمياه والصراف الآلي أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانا في نهاية شهر مارس توضح فيه حجم الخسائر التي تعرضت إليها البنوك العاملة بقطاع غزة وأجهزة الصراف الآلي وأكدت أنها ستدرس كافة الخيارات الممكنة لحماية حقوق المواطنين من أشكال الابتزاز وعدت باتخاذ إجراءات بشأن أباطرة المال ولكن حتى اليوم لم تتخذ حكومة محمد مصطفى أي إجراء أما حماس فلم تستطع فعل شيء وكأن الأزمة مفتعلة لتزيد من بؤس النازحين ترجمة نانسي قنقر